يَا رَبَ الرَّحْمَةِ يَا صَمَدُّ يَا فَرُدًا لَيْسَ لَهُ ثَانَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أستاذ عدمان الطائر له ألوان أخاذة وكأن الهندسة الوراسية مبرمجة على هذه الألوان أحيانا ترى اللون الأحمر الدقيق أستاذ عدنان مهندسون ألوان من أساتذتهم الطيور والفراشات الألوان الرائعة جدا أساسها ألوان الطيور فالطير خصه الله بألوان أخاذة ألوان متناسبة ألوان معتدلة ألوان مضبوطة الآن يقول لك اللون الأحمر فرضا ألف درجة أثناء استخدام الألوان رقم الدرجة 380 فرضا فالألوان لها درجات هذا كله في الطيور قائم لذلك كان داروين الذي جاء بنظرية التطور كلما رأى الطاووس دهش أنه هذه تتناقض مع نظريته أنه مدام خلق عشوائي قلق هذا الطائر صدفة أين له هذه الألوان الرائعة لو تأملت في جمال الفراشات والطيور بحسب ألوانها لكان الشيء مذهشا دائما وأبدا المؤمن يتلمس جمال كائنات الله عز وجل لأنه غير المؤمن يستمتع بجمال صناعي بينما المؤمن استشرفت نفسه الجمال المطلق نحن حينما نستمتع بالحياة الدنيا نأخذ مسحة من جمال الله عز وجل أما لو اتصلنا بالله عز وجل لاتصلنا بأصل الجمال والكمال فلذلك المؤمن ينطوي على سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم الطيور لها ألوان ولها خطوط متناسقة والطيور محبب الله قال وذللناها لكم في حيوانات غير محببة من أجل أن تعرف أن تحبيب الطيور لنا شيء ممتع بينما أي حيوان قد يكون بحجم الطير وقد يكون له خطوط انسيابية لكنك تخرج من جلدك إذا رأيته كذلك وذللناها لكم الله جعل الطير محبب إنا والإنسان حينما يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نسأل الله تعالى أن نكون على طريق التوبة وخاصة من خلال ما ذكرتم ووضحتم من الإعجاز الذي نشهده في إعجاز الخلق الذي أراده الله تعالى يا رب الرحمة يا صمد يا فردا ليس له ثاني ترجمة نانسي قنقر